أمير الدين يخلف متواجد معي في البلاطو والموعد المحلي أهلا بك أمير أهلا زميلي محمد مسلخير مشاهدين في كل مكان أهلا بكم إلى أخبارنا المحلية نسهلها من الجنوب الغربي من الوطن حيث دق سكان حي الحق ببشار نقص الخطر البيئي والصحي الذي بات يهدد حياتهم وحياة أطفالهم جراء تخوفهم من استمارة انتشار الداء الليشمانيا الذي طال عددا من أطفالهم تفاصيل أكثر في تقرير أمينة بن دحمان ونوردين مصرية بحي الحدب أحد أحياء منطقة الدبداب بولاية بشار دق السكان نقص الخطر البيئي والصحي الذي بات يهدد حياتهم وحياة أطفالهم جراء تخوفهم من استمرار انتشار داء الليشمانيا الذي طال عددا من أطفالهم جراء التسرب الذي لازال قائما بالقناة الرئيسية منذ أكثر من شهرين هذا الماء هذا راح منطقة قاعدنا في شهرين وهذا الماء حلو وراها قاعدنا نسفر منه وراه ديرنا كارثة هنا البزوزة هم دخلوا على جالة ثلاثة نتع البزوزة دخلوا على جالة سبيطار ما فهمناش حاجة اللي هي الأونة وموسى وحاجة وحدة أخرى مهم منه هو راح صارت ندن المشكدة هذه من جهته مدير مؤسسة الجزائرية للمياه أكد بأنه أعطى تعليمات صارمة لإصلاح العطب وأن مؤسسته وضعت رقما أخضر لسكان المنطقة نكلفت رئيس المركز ونرحو الفرقة والتي هي في عين المكان وسوف تنتهي واسمها أشغال التصليح خلال هذا اليوم راح ننذر الشبكة الجديدة حيز التنفيذ والتي من خلالها نقضي نهائي واسمها التصربات رحنا في مرحلة تجربة واسمها هذه الشبكة ورفع جميع واسمها النقائص وضعية مزرية جعلت الكثير من سكان الحي يتساءلون عن غياب المصالح المكلفة بالمتبعة التقنية لتلك المشاريع التي باتت تفتقر للمقاييس المدونة في دفاتر الشروط في نفس السياق يزاول تلميذ ابتداية أحمد سيساوي بقسنطينة في حالة كارثية بعد الهمال والتسيب الذي طالها وهم أثر سلبا على محصولهم الدراسية تقرير عبدالجل الحنديس وورد أقشيشا ما تشاهدونه ليس بمفرغة عمومية بل هي المدرسة الابتدائية أحمد سيساوي بقسنطينة التي تعد الوحيدة بالمنطقة ما جعل التلميذ يتمدرسون فيها رغم الحالة الكارثية التي آلت إليها والتي أضحى تهدد حياتهم ناهيك عن تحول المحيط الخارجي للمؤسسة إلى مكان لرمي نفايات من درسة الابتدائية أجل المحيط المدرسة أحدها المزبلة حشا السامعين مدرسة ساحة مكسرة مدرسة الكاروات مكسرين قسم بلا باب حشا من يسمع لي طوالات مسخين تنظيف مكانش ما فيها حتى حاجة ما كان حتى حاجة رهي تدل على التعليم للطفولة هذه من جهته ممثل مندوبية التوت وجه رسالة إلى المواطنين بضرورة التواصل مع البلدية لأجل إيجاد حل يرضى به الجميع في أقرب الآجال وتوفير جو يمكن التلاميذ من الدراسة نقول ونعود أن بلدية قسنطين ومندوبياتها مفتوحين لأي مواطن ولازم نحدد المسؤوليات أنا نظر هذه القذورة هي قذورة نتعلى للسكال مع ذلك البلدية رأي جمع فيها ما نطلبوش منهم حاجة كبيرة نطلبو منهم أنهم يساعدونها مدرسة أحمد سيساوي نموذج عن الحالة الكارثية التي يتمدرس فيها أبناء مدينة الجسور المعلقة والتي كان من المنتظر أن ينظر في حالتها قبل الدخول الاجتماعي نختم أخبارنا المحلية من ولاية الشلف حيث اكتسبت المنابع المائية الواقعة بأعالي جبال بقعة البساكرة الواقعة بين بلدية الكريمية وبلدية بني بوعتاب الكثير من الشهر لكونها تتمتع بقدرة كبيرة على شفاء العديد من الأمراض الجلدية رشيد مشور بوحامد عوادي في هذا التقرير هنا وبين أعالي جبال بقعة البساكرة الواقعة بين بلدية الكريمية وبلدية بني بوعتاب بولاية الشلف يتواجد هذا المنبع المائي منبع جربا في كثير من المرات وأثبتوا قدرته على الشفاء الأمراض الجلدية فحين نزولنا إلى العين المتواجد في أسفل إحدى الأودية وجدناها في أحسن حالة من حيث الترميمة ولكن على شكل عين من عيون المناطق النائية لا غير حيث أن ماءها يصب من أمبو بلاستيكي ولا شيء يوحي بأن ماء هذا العين هو ماء شافي من بكري اللي هنا ومن الحلال الحب من الحلال الكلاوي والناس يجوا ودوشوا هنا قعم الجيرين من غاد متجير من العين دبلة ماء هذا المنبع يمكن استعماله في كل الحالات كل أنواعها خاصة أن نسيطه فاق حدود الولاية فيجلب الزائرين من مختلف الولايات أخبار محلية أخرى